في إطار تفتح الجامعة محمد الامين دباغين على محيطها المتوسطة بالدرجة الأولى اغتنمنا هذه الفرصة في الأسبوع الماضي لإبرام اتفاقية التبادل والتعاون الثقافي بحثي بين الجامعة محمد الامين دباغين وجامعة أذربيجان واليوم أكملنا أيضا في اختتام العمل اغتنمنا أيضا الفرصة لإبرام اتفاقية ثانية مع منظمة عربية تركية إفريقية خاصة مختصة في دراسات الاستراتيجية والاقتصادية أيضا تدخل في إطار تفتحنا على محيطنا العربي الإفريقي الإسلامي الاتفاقية خاصة بتدعيم العلاقات بين الجامعتين استناد إليها سيتم تبادل بين الأساتذة تبادل أيضا للطلبة وتعتبر حلقة في سلسلة اتفاقيات سابقة أيضا أبرمناها مع جامعات تركيا في السنة الماضية أبرمنا اتفاقيات مع ثلاث جامعات تركيا واستفاد مجموعة من الطلبة من هذه الاتفاقيات في إطار الحركية وكذلك حتى استفاد بعض الموظفين والأساتذة وفي البرنامج بإذن الله سنعمل على تعميق هذا التبادل خلال السنة الجامعية القادمة بإذن الله في إطار زيارة العلمية إلى الجزائر وبدأت الحقيقة بوهران تلمسان أن العاصمة اليوم نحن في جامعة اسطيف كان يوما حافلا التقينا فيه يعني بالعديد من الطلبة ورؤساء الأقسام ووقعنا اتفاقية مهمة جدا هي اتفاقية شراكة وتعاون تؤسس إلى عمل علم رصين مؤسسي الاتفاقية التي وقعناها مع جامعة اسطيف 2 هي اتفاقية إطارية يعني توتيح لكل الكليات والعمداء ورؤساء الأقسام ووحدات البحث وأيضا المخابر بأن يكون لديها تواصل مباشر مع المراكز والمخابر